أكدت مصادر مقربة من التيار الصدري أن زعيم التيار مقتدى الصدر يعكف على اختبار خطط مختلفة لخوط الانتخابات المقبلة ويحاول العثور على صيغة مضمونة للفوز بالأغلبية من جديد دون أن يضطر لمواجهة معارضة إيرانية شرسة كما حدث قبل عامين وكشفت المصادر أن التسمية الجديدة للتيار الصدري هي واحدة من الأفكار التي طرحها عليه مستشارون ووافق عليها وتعكس وصوله إلى مرحلة متقدمة من خطة الانتخابات ووفقا للمصادر فإن الصدر يريد الفوز بثلثي المقاعد الشيعية والبنغة 180 مقعدا ليلتحق به قادة أحزاب سنية وكردية دون أن يضطر إلى التحالف مع خصوم محددين من الإطار التنسيقي بضمانة عدم ظهور ثلث معطل